منذ السنوات والمنافسة لا تهدأ بين عملاقي كروت شاشة AMD و إنفيديو ورغم أن كروت AMD كثيراً ما قدمت أداء منافساً وسعر أقل ظلت بعيداً عن اختيار كثير من اللاعبين واليوم هي أخيراً كارت الـ RX9070 XT والتي سأجربها في عدة ألعاب حديثة لنجاوب على السؤال الذي يطرحه الكثير من الأشخاص وهو هل يجب أن أذهب مع كروت AMD أو أتجنبها كلياً؟ السلام عليكم وصلتني كارت الـ RX9070 XT من أجل المراجعة وكما فعلت في المرة السابقة سأضع رابط صفحة البائع في الأسفل وفي آخر الفيديو سأجاوب على بعض التعليقات من الفيديوهات السابقة وبدون إطالة سأنتقل إلى بعض خصائص الكارت المهمة حيث النسخة التي أجرب عليها اليوم هي من شركة Sapphire حيث تأتي بمنفذي طاقة 8PIN باستهلاك طاقة يصل إلى 300 واط يعني ستحتاج إلى Power Supply 650 واط كأقل شيء كي لا تواجه مشاكل في المستقبل تحتوي الكارت على VRAM GDDR6 بحجم 16 جيجا أسرع قليلاً من الموجودة في كروت RX 7000 يعني فالباندويت الخاص بها سيكون أقل من كارت RTX 5070 Ti أقرب منافس له ومثل معظم كروت AMD فهي تستعمل دارات طاقة عالية الجودة وديرموس من شركة MPS وكذلك يوجد فيها فيوز من أجل حماية وهذا أمر جيد وقليلاً ما نراه في كروت إنفيديو وشيء مهم يمكن أن نراه بين أكسسوارات الكارت هو الحامل الخاص بها وهو إلزامي ويجب وضعه والأفضل عدم شحن الكارت وهي في تجميع جاهزة بسبب أنها تقيلة وقد تتدرر بشكل كبير إن تحركت الكارت أثناء النقل وبالنسبة للحرارة فقد وصلت أعلى شيء إلى 59 درجة بعد 10 دقائق لكن الهوتسبوت وصلت إلى 82 درجة بفارق 23 درجة على الحرارة العادية وهذا شيء ليس جديد على كروت AMD في حين حرارة الفيرام كانت في حدود 80 درجة وهي عادية كذلك وأما الألعاب سأحاول تجربتها في كل الدقات وسأستعمل أفاصار على دقة 4K والبداية بلعبة Expedition 33 على الأيبك سيتنغ وعطت الكارت حوالي 101 فريم كمتوسط على دقة 1080p و69 فريم كمتوسط على دقة 2K و35 فريم كمتوسط على 4K بدون أفاصار وباستعماله أعطت الكارت حوالي 63 فريم كمتوسط وبالمقارنة مع الكروت الأخرى فتفوقت RX 9070 XT على RTX 3090 Ti بحوالي 28% بالتأكيد سيكون الفرق أكبر في الدقات العالية ضد الكروت التي لديها حجم فيرام قليل وثاني لعبة هي Kingdom Come 2 على Extreme Seating وعطت الكارت على 1080p حوالي 97 فريم كمتوسط وعلى 2K أعطت الكارت حوالي 80 فريم كمتوسط وفي هذه التجربة بالضبط وصل استهلاك الفيرام لأكثر من 15 جيجا وعلى 4K أعطت الكارت حوالي 52 فريم كمتوسط وباستعمال أفاصار 4Quality أعطت الكارت حوالي 67 فريم كمتوسط وهي نتيجة جيدة وبالنسبة للكروت الأخرى فقد تفوقت كارت RX 9070 XT على RTX 3090 Ti بحوالي 5.5% وقد كانت الكارت أسوأ عند الإطلاق ومع الدرايفرات تحسنت لكن ما زالت لا تقدم أداء عالي مثل كروت إنفيديا في هذه اللعبة وثالث لعبة هي Indiana Jones باستخدام Supreme Seating وعطت الكارت على 1080p حوالي 131 فريم كمتوسط وعلى 2K أعطت الكارت حوالي 104 فريمات كمتوسط وعلى 4K أعطت الكارت حوالي 64 فريم كمتوسط وباستخدام الأفصار 4Q أعطت الكارت حوالي 88 فريم كمتوسط وبالمقارنة مع الكروت الأخرى فالتفوق كان قليل لكارت RX 9070 XT لكن لا يجب أن ننسى أن هذه اللعبة مدعومة من إنفيديا مباشرة لهذا فمتوقع أن يكون أداء كروتها فيها أفضل ورابع لعبة هي Marvel Spiderman 2 على Very High Setting وعطت اللعبة على 1080p حوالي 143 فريم كمتوسط وعلى 2K حوالي 123 فريم كمتوسط ويمكن ملاحظة أن استهلاك الفيران فيها تخطت 13 جيجا وعلى 4K كانت النتيجة في حدود 77 فريم كمتوسط وهذا بدون استعمال أفصار وباستعمالها على الـ Quality كانت النتيجة حوالي 98 فريم كمتوسط وبالمقارنة مع الكروت الباقية فالتفوق كان لكرت الـ RX 9070 XT بفارق 11% تقريبا عن كرت الـ RTX 3090 Ti وفي هذه اللعبة بالتحديد قد يكون هناك عنق زجاجة خفيفة على 1080p مع المعالج الخاص بي لهذا قد يكون الفارق أكبر قليلا إذا استخدم الكرت مع معالج أقوى وخامس لعبة هي Monster Hunter على الإلترا سيتينج وعطت اللعبة على 1080p حوالي 104 فريمات كمتوسط وعلى التوكي حوالي 77 فريم كمتوسط وعلى 4K كانت النتيجة 57 فريم كمتوسط وباستعمال أفصار 4Quality كانت النتيجة حوالي 69 فريم كمتوسط وبالمقارنة مع الكروت الباقية فالتفوق كان لكرت الـ RX 9070 XT بحوالي 17% عن كرت الـ RTX 3090 Ti وهذه النتيجة تعد جيدة وآخر اللعبة معنا اليوم هي Oblivion Remaster على الإلترا سيتينج باستعمال 50% Resolution Scale أي أن اللعبة تعمل بنصف الـ Resolution الموضوع وعطت الكرت على 1080p حوالي 121 فريم كمتوسط وعلى التوكي حوالي 102 فريمات كمتوسط وعلى الفوركي بدون أفصار كانت النتيجة حوالي 69 فريم كمتوسط وباستعمالها على الكواليتي كانت نتيجة قريبة للـ 50 فريم كمتوسط وبالنسبة لباقي الكروت فالتفوق كان لكرت الـ RX 9070 XT بحوالي 23% عن كرت الـ RX 7900 GRE وبحوالي 36% عن كرت الـ RTX 3090 Ti وواضح جدا أن هذه اللعبة تعمل بشكل أفضل على كروت AMD ومنتوسط الخمسة ألعاب التي جربناها اليوم بدون احتساب انديانا جونز أظهرت تفوق واضح لكرت الـ RX 1070 XT حيث كانت أفضل بحوالي 20% عن كرت الـ RTX 3090 Ti وبالنسبة لسعر الكرت فللأسف منذ إطلاقه فهو غير موجود بالسعر الذي وضعت شركة AMD وإذا كنت تظن أن هذا بسبب طلب الكبير عليه فيمكنك رؤية أكثر الكروت استعمالا في منصة ستيم وهو غير موجود إطلاقا وللأسف AMD وإنفيديو يحاولون إنقاص عدد الكروت في السوق كي يبقى سعرهم مرتفع دائما ولو توفر هذا الكرت بسعر الإطلاق فسيكون صفقة قوية جدا خاصة أنه يدعم الأفاصار 4 الذي قدم قفز كبير عن الأفاصار 3 لكن في نفس الوقت فأظن أن الـ DLSS مازال أفضل قليلا وعلى العموم يبقى الـ RX 970 XT خيار جيد للـ 1080p والـ 2K والـ 4K باستعمال الأفاصار وبالنسبة للسؤال الذي طرحته في الأول فجوابه نعم يمكن ذهب مع كرت الـ RX 970 XT إذا وجدته بسعر أفضل من الـ RTX 5070 Ti وقبل أن أنهي الفيديو سأجاوب على بعض التعليقات من الفيديوهات السابقة وأول تعليق سأل إن كانت PCIe تؤثر على أذاء كرت الـ RTX 5000 TTI والجواب يعتمد على النسخة فإن كانت تحتوي على 8 جيجا فنعم سيؤثر وهذا يعتمد على اللعبة كذلك وإن كانت متطلبة في الفيرا أما الكرت التي تحتوي على حجم فيرا معالي مثل التي أجربها اليوم فالتأتي سيكون قليل جدا وستخسر فقط بعض الفريمات ويمكن مشاهدة فيديو الـ RTX 4060 الذي وضعت فيه اختبارات مفصلة أكثر وثاني تعليق من فيديو كرت الـ RTX 4060 تسأل عن عدم تكلمي عن التقنيات وسبب عدم تحدثي عنه لأن الكرت موجه أساسا لضيقة 1080p وفي هذه الحالة لا يكون الأوبسكيل هو الخيال أمثل دائما بالتأكيد إذا كانت لديك الكرت يمكنك أن تستعمله أما الفريم جنريشن فهو تقنية إضافية لكن للأسف استعملت كثيرا كوسيلة ترويج خصوصا من مراجعي كروس إنفيديو والاستخدام الأمثل لها يكون فقط عند امتلاك عدد فريمات مرتفع وشاشة تدعم معدلات تحديث عالية بينما أرى أن الأوبسكيلين هو أفضل تقنية ظهرت حتى الآن ليس لأنه يزيد الآداء فقط بل لأنه قد يحسن الصورة أيضا فعلى سبيل المثال لعبة ألدرنك صدرت دون دعم لهذه التقنيات وإن قمت بتجربتها مسبقا فستتفق معي أن شكل الأعشاف فيها مزعج بصريا لكن لاحظ عندما استخدمت الأفاصار كيف أصبح مظهرها أفضل بكثير ولهذا أعتبر أن الأوبسكيلين ليس مجرد حل الآداء بل هو كذلك أفضل الحلول الأونتي إليزين المتوفرة حاليا وثالث تعليق سأل عن سبب عدم استعمالي لألعاب أخرى في التجريب في الغالب هو يقصد ألعاب قديمة رأاها في قنوات أخرى بكل بساطة أركز على تجربة أحدث الألعاب فقط حتى يحصل المشاهد على فكرة أوضح عن أداء الكروت مع الألعاب القادمة أما تجربة لعبة مثل GTA V التي مضى على صدورها أكثر من عشر سنوات فستعتبر نوع من التحاير فقط وبالنسبة لعدم تجربتي لكرود أخرى من AMD و NVIDIA فلا أعرف إن كان هذا الشخص يكتب التعليق الخاص به وهو يتعاطى لأنه مستحيل على شخص طبيعي أن يسأل مثل هذا السؤال وفي الآخر على كل حال إن عجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا دعمنا باللايك واشتراك سلام